بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله في هذا المقطع هنتعلم كيفية حساب الفورس اللازمة للoutward stroke اللي هو في الفيجر A والفورس اللازمة للreturn stroke لما أعوذ أحسب الفورس اللازمة للoutward stroke عايز أحسب إيه عايز أحسب ما هي قيمة هو الفورس عبارة عن إيه pressure في أري فلازم أحسب قيمة pressure اللي موجود هنا في الأريا بتاعة هذا cylinder is there any forces against the pressure الذي الفورس النتيجة من pressurized air طبيعي أننا في عندي spring في الاتجاه الآخر فتعال نشوف هنحسب outward stroke الفورس اللازمة الoutward stroke هم يقول لي figure issue the power stroke outward compressed air move the piston out against against what against the return spring the outward stroke force رمز لا برمز F can be calculated from the following formula ايه الفورمال اللي انا عملتها بقول لان انا عندي F هي عبارة عن إيه عبارة عن pressure الفورس هي عبارة عن إيه pressure في area area بتاعة البستون فانا جبت area بتاعة البستون وعبارة عن B دي سكوير ودي قطر البستون طب ما هي الفورس اللي اجانست هذه الفورس اللي هي عبارة عن S اللي هي spring force وعندي كمان إيه friction force اللي هي ما بين البستون و S يبقى كده هستطيع اننا نحسب من l-outward stroke في l-outward stroke لما يجي أحسب return stroke ما عايز أحسب كمان الفورس اللي هي بتاعة return stroke هنعمل إيه هنقول اننا عندي في return stroke ايه هي الفورس اللي figure b show the return stroke f r of the piston expressed math mathematically this عشان نعبر عنها mathematically this is إيه اللي return stroke لو f r بين spring force ناقص الفريكشنال force يعني عايزين نقول ان الفريكشنال فورس معايا في حالة l-outward stroke لان الفريكشنال فورس between the piston and slander فانا في l-outward stroke موجودة معايا وانا في return stroke هاي بقى return stroke بس عندي هي عبارة عن spring force مطروحا منه الفريكشنال force شكرا نراكم إن شاء الله في المقاطع القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته